السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أبنائي اليوم إن شاء الله درسنا هنأخذ أوجه الاختلاف بين المخلوقات الحية والأشياء الغير حية بين المخلوقات الحية والأشياء الغير حية يشوف معنا عندنا الكتاب بصفحة 26 وبصفحة 27 بنأخذ مجموعة السفسارات على هالصورة وبنأخذ أيضا هالنشاط ونطبقه إن شاء الله مع بعض نبدأ بصفحة 26 بالصورة قدامي وش خصائص المخلوقات الحية اللي في الصورة عندي بالصورة هنا في مخلوقات حية وأشياء غير حية بالصورة في مخلوقات الكتاب بصفحة 26 في مخلوقات حية وفيه أشياء غير حية المخلوقات الحية اللي نقصدها مثل إيش بالصورة بتزين مثل الزرافة الحيوان اللي عندي مثل النباتات مثل الغزلان اللي هنا هذه مخلوقات حية طيب المخلوقات الحية وش تتميز وش خصائصها يا سلام عليكم تتحرك المخلوقات الحية تتحرك الزرافة تمشي تزين والغزلان غيرها أيضا المخلوقات الحية تتغذى الآن الزرافة تأكل من أوراق النباتات إذا تتغذى عشان تقدر تنمو وتكبر وتعيش وتتحرك وتتكاثر وش معين تتكاثر يعني تجيب أفراد جديدة تولد طيب تلد وتجيب أفراد جديدة كذلك النباتات تحتاج إلى الماء وإلى ضوء الشمس طيب وإلى ممتازين الماء وضوء الشمس والهواء عشان يقدر يسوي بداخله غذاء يغذي نفسه إذا المخلوقات الحية تتغذى أيضا من خصائص المخلوقات الحية عندنا تتكاثر ماذا معين تتكاثر؟ يعني يزيد عددها يزيد عددها أيضا تنمو إذا أكلت وتغذت أيضا تنمو طيب هذه خصائص المخلوقات الحية للحيوانات للزرافة والغزال والحيوانات التي موجودة بالصورة طيب خلونا نشوف إذا كانت النباتات عندي سؤال يقول إذا كانت النباتات لا تتحرك خلاص ثابتة النبات ثابت من مكانها فكيف تعرف أنها حية؟ قلنا قبل شوي خصائص المخلوقات الحية أنها تتحرك تتكاثر وتتغذى وتنمو هذه اللي الحيوان طيب النباتات النباتات يقول ما تتحرك هو ما أعطيني معلوم يقول ما تتحرك لكن كيف نعرف أنها حية؟ يا سلام عليكم لو شفنا هنا هذا النبات وشي صير له؟ صغير يبدأ ينمو يكبر إذا نقول نمو النبات نعرف أن النبات حي إذا كان ينمو إذا كان يكبر طيب عشان ينمو ويكبر وشي يحتاج فزين يحتاج إلى الماء وإلى ضوء الشمس وإلى الهواء عشان يكبر وينمو أيضا من العلامات أنه ينمو ويكبر تتكون فيه الأزهار ويطلع إلى بعض بعض الأزهار بعض النباتات يطلع لها أزهار وبعض النباتات أيضا يطلع لها ثمار زي التفاح زي الرمان زي الكيمثرة هذه كلنا نسميها ثمار في النباتات كيف نعرف أنها تنمو؟ أنها تكبر يزيد حجمها وأيضا بعضها يصير لها أزهار وبعضها يتكون لها أيضا إيش؟ ثمار نبدأ فيه تبدأ النباتات في حياتها بيش؟ بالبذرة بتكون البذرة يعني من يوم نزرع البذور في التربة تحتاج للماء وبعدين وبعدين تنمو بهذا الشكل إذا صبينا لها موية أعطيناها موية وتعرضت لأشعة شمس تبدأ تكبر وتنمو بهذا الشكل وبعد فترة نلقاها إذا صارت كبيرة يتكون لبعضها أزهار وبعضها تطلع ثمار إذن أنا أعرف أن النبات مخلوق حي بأنه ينمو ويكبر ويحتاج للماء وللهواء والضوء الشمس عشان يقدر يصلح لنفسه غذاء وأيضا ينتج لنا البذور وتتكون في بعضه الأزهار طيح نشوف مع بعض أنظر وأتسأل السؤال اللي عندي هنا الجزء اللي عندي بالكتاب هنا بشي يقول فيما تختلف المخلوقات الحية عن الأشياء الغير حية في هذه الصورة كيف أعرف ذلك طيح خلونا نشوف عندنا هنا الصورة عندنا مخلوقات حية مثل إيش قلنا مثل النباتات ومثل الحيوانات طيب أشياء غير حية مثل ماذا يا سلام عليكم مثل التربة التربة تتغذى تزين لا تتغذى ولا تنمو ولا تكبر ولا تتحرك ولا تتزايد تتكاثر أيضا الماء مخلوق حي ولا شيء غير حي تزين الماء من الأشياء الغير حية نحن نحتاجه عشان نسير عشان نعيش لكن هو من الأشياء الغير حية لأنه لا ينمو ولا يتغذى ولا يتحرك ولا يتكاثر يزيد أيضا من الأشياء الغير حية عندنا بالصورة وشيء ممتازين الحصة الحجارة الحجارة من الأشياء الغير حية لأنها لا تتغذى ولا تنمو وتكبر ولا تتحرك ولا تجيب عيال نقول لها تتكاثر إذا كيف أقدر أو فيما تختلف المخلوقات الحية عن الأشياء الغير حية نقول مخلوقات حية بالصورة مثل النباتات ويش والحيوانات هذه مخلوقات حية موجودة عندي بالصورة طيب أشياء غير حية مثل ماذا بالصورة تزيد مثل الماء من الأشياء الغير حية أيضا مثل ماذا مثل التربة من الأشياء الغير حية ليش قلنا لها غير حية الماء والتربة يلا جاوبوني لأنها لا تتغذى ما تأكل ولا تنمو وتكبر ولا تنتقل من مكان لمكان ما تتحرك ولا تجيب أفراد جديدة ما تتكاثر بعد أيضا من الأشياء اللي موجودة عندنا غير حية الهواء طيب باقي في شي تزيد لو واحد قال الشمس ممتاز يا سلام عليك لو واحد قال السماء ممتاز هذه كلها أشياء غير حية عرفنا نفرق بينهم طيب خلونا نشوف بالكتاب بصفحة سبعة وعشرين عندنا نشاط استكشافي خلاص بشي يقول ما أوجه الاختلاف بين المخلوقات الحية والأشياء الغير حية يقول نطلع مثلا لبستان لمكان الحديقة عندي في البيت وأخذ معي أربع خيوط خلاص وأحدد في الأربع خيوط هذه منطقة معينة أحددها عشان أدرسها هذه المنطقة خلاص وأميز بين المخلوقات الحية والأشياء الغير حية فيها طيب إحنا شو بنسوي بناخذ أمثلة خلاص لأنه ما عندي مكان هنا أطلع أنا وانتم فلذلك وشو في البيت نطلع في حديقة عندي في البيت أو في مزرح حولنا وأشوف مكان أحدده بالأربع خيوط وأبدأ أدرس هذا المكان أشوف الأشياء الحية المخلوقات الحية والأشياء الغير حية فيها وسجلها وأشوف الفرقات بينها بنشوف خطواتها يلا نبدأ نشوف يقول أتوقع فيما تتشابه جميع المخلوقات الحية والسؤال الثاني وفيما تتشابه الأشياء الغير حية لما نقول عندنا مخلوقات حية بنحط هنا مثلا هذا الجدول والأشياء الغير حية بنحط هنا المخلوقات الحية مثل الزرافة مثل الأسد مثل النمر مثل الفهد مثل النباتات مثل الإنسان هذه كلها مخلوقات حية بنشوف فيش يتشابه هون وأشياء غير حية يلا عطوني مثل إيش أنا حاط لكم هنا الصورة مثل الحصة عطوني أشياء غير حية يا السلام عليكم مثل الكتاب مثل القلم شي غير حي مثل الثوب شي غير حي الشماء غير حي الشنطة غير حي الطاولة غير حي طيب الأشياء الغير حية هذه وش مشترك بينها تعالوا نشوف الحين نبدأ بالمخلوقات الحية المخلوقات الحية مشتتميز به يا سلام عليكم تتغذى الزرافة تتغذى إحنا نتغذى النبات تحتاج الماء والهواء وضوء الشمس عشان يسوي الغذاء بنفسه إذن المخلوقات الحية كلها تتغذى الأشياء الغير حية لا تتغذى إذن هذا يختلفون فيها المخلوقات الحية عن الأشياء الغير حية طيب نشوف بعد إذا تغذت ماذا يصير لها تنمو وتكبر المخلوقات الحية إذا تغذت تنمو وتكبر الزرافة الصغيرة هذه تكبر إحنا وإحنا صغار نأكل عشان ننمو ونكبر النباتات نسقيها موية بذور تبدأ تطلع بادرة نبتة صغيرة بعدين نسقيها موية تبدأ تكبر إذا المخلوقات الحية كلها تنمو وتكبر هذا تشابه بين المخلوقات الحية طيب والأشياء الغير حية هل تنمو وتكبر متزيد لا تنمو ولا تكبر الأشياء الغير حية لا تنمو ولا تكبر طيب نشوف بعد صفة في المخلوقات الحية مثل ماذا مثل أنها تتكاثر مش معناها تتكاثر يعني يزيد عددها كيف يزيد عددها الأسد واللبوة إذا تزاوجوا وش يجي لهم ممتازين أسد صغير نسميه ضرغام نسميه شبل إذا زاد عددهم كانوا اثنين وزاد عددهم سار ثلاثة بعد فترة يجيهم شبل ثاني ساروا أربع إذن اكثروا فنقول الأسرة هنا اكثرت عددها هذا تكاثر جت أفراد جديدة جت أفراد جديدة فنقول لها تكاثر الحيوانات تتكاثر والإنسان أيضا يتكاثر خالد خالد تزاوج سارة خالد و سارة بعد فترة يجي لهم ولد صغير أو بنت صغيرة سار عددهم ثلاثة تكاثروا خلاص فنسميه تكاثر النباتات عشان تتكاثر نأخذ البذور ونزرحها ويزيد عدد النباتات إذن هذا تكاثر إذن المخلوقات الحية كلها تتكاثر طيب الحجر لو حطينا حجرين مع بعض يصير بعدين حجر ثالث و رابع و خامس ممتازين ما تتكاثر الأشياء الغير حية لا تتكاثر الأشياء الغير حية لا تتكاثر المخلوقات الحية تتحرك طبعا إلا النبات المخلوقات الحية تتحرك أما الأشياء الغير حية لا تتحرك طيب هالجدول فيه التشابه وفيه الاختلاف يعني المخلوقات الحية يتشابهون كلهم يتغذون تنمو تكبر تتكاثر تتحرك والأشياء الغير حية تتشابه في أنها لا تتغذى ولا تنمو وتكبر ولا تتكاثر ولا تتحرك هذه الأشياء الغير حية طيب الاختلاف فيش يختلفون أن المخلوقات الحية تتغذى والأشياء الغير حية لا تتغذى المخلوقات الحية تنمو وتكبر الأشياء الغير حية لا تنمو ولا تكبر الزرافة تتكاثر لكن الحصى لا يتكاثر المخلوقات الحية تتحرك والمخلوقات الحية الأشياء الغير حية معذرة الأشياء الغير حية لا تتحرك إذن من هذا الجدول عرفنا نقدر نطلع التشابه ونطلع الاختلافات طيب نشوف مع بعض نكمل السؤال الثاني شي يقول أرسم جدولاً كما في الشكل المجاور هذا اللي سويناه وأستخدم الخيوط الأربعة عشان أحدد المنطقة اللي أنا بدرسها وأشوف عندي حصة حصة من الأشياء الحية من المخلوقات الحية ولا الأشياء الغير حية وامتازين من الأشياء الغير حية وأكتب هنا حصة أشوف فيه نملة نملة مخلوق حي ولا من الأشياء الغير حية امتازين نملة من مخلوق الحي أكتب هنا نملة أروح أشوف وش فيه بعد لقيت دودة في المكان اللي أنا حددته الدودة مخلوق حي ولا شي غير حي تزين الدودة مخلوق حي أروح أشوف ألقى في شجرة صغيرة نبات واكتب نبات في الجدول مخلوق حي ولا شي غير حي مخلوق حي لقيت موية الموية مخلوق حي ولا شي غير حي تزين شي غير حي وبالشكل هذا وشوف فيش يتشابهون وفيش يختلفون طيب بعد كده أبحث عن المخلوقات الحية في المربع وأكتب أسماءها في العمود المخصص مثل ما سوينا قبل شوي هنا نكتب هنا في المخلوقات الحية في المكان اللي بدرس فيه أكتب فيه الحيوانات أو النباتات اللي أنا شفتها والأشياء الغير حية أكتبها في هذا المكان المخصص لا كيف أعرف أن هذه مخلوقات حية كيف حطيتنا النبات مع النملة مع الدودة لأنهم يتغذون وتنمو وتكبر وتتحرك ويمتزين وتتكاثر يزيد عددها والأشياء الغير حية عكسها لا تتغذى ولا تنمو وتكبر ولا تتحرك طيب نشوف بعد كده أوصل لنتائج أفسر البيانات ما الخصائص المشتركة بين المخلوقات الحية وما الخصائص المشتركة بين الأشياء الغير حية المخلوقات الحية وش فيها؟ منتزين نقول المخلوقات الحية تتغذى وش بعد؟ قال سلام عليكم وتنمو وتكبر إذا أكلت إذا تغذت تنمو وتكبر سواء النباتات أو حيوانات أو إنسان النبات يصنع الغذاء بنفسه يحتاج للماء والهواء وضوع الشمس ونلقاه ينمو يكبر الإنسان نأكل إحنا نتغذى في البيت الحيوانات أيضاً في حيوانات تأكل عشاب في حيوانات تأكل لحوب تحتاج الغذاء وبعد كده تنمو وتكبر طيب وش بعد؟ تتكاثر شو معنى تكاثر؟ يا سلام عليكم يعني تجيب أفراد جديدة تجيب عيال إذا كانت حيوانات تجيب أفراد جديدة الأسد واللبوه يتزاوجون يجيبون شبل الرجل والمرأة يتزاوجون يجيبون طفل طيب هذا معنى تكاثر يعني يزيد عدد الأسرة طيب أيضاً تتحرك طيب المخلوقات الغير أو الأشياء الغير حية وش يتميزون فيه وش يشتركون فيه يلا نشوف مع بعض بيش يشتركون أنهم لا تتغذى القلم شي غير حي هل يتغذى؟ لا يتغذى هل ينمو؟ لا ينمو ويكبر هل يتحرك من نفسه؟ أو يتكاثر؟ لا يتكاثر وأيضاً لا تتحرك أمثلة غير القلم يا سلام عليكم الطاولة الكورة عندي في البيت اللي نلعب كورة هذه من الأشياء الغير حية الأقلام الباب الخشب الطاولة كل هذه أشياء غير حية طيب نشوف مع بعض نكمل إذا خلصنا هالجدول أتبادل فيه أنا واحد من زملائي هو اللي كتب الأشياء الحية اللي عنده المكان اللي راح شاف فيه والمخلوقات الحية والأشياء الغير حية وأنا أخذ منه أشوف وش كتبه ونقرأ مع بعض ونصحح البعض عندنا هذا النبات هذا النبات يتحرك طيب حركة هذه نسميها استجابة إذا طلعت الشمس هذا نسميه تباع الشمس في يتبع الشمس يتبع الشمس في حركته هذه نسميها استجابة طيب شو معنى استجابة يعني أتأثر للمحيط للشي اللي في محيطي كيف الحين لو اسمي أنا خالد هنا داني واحد يا خالد أقول نعم استجبت له تأثرت سمعته خلاص نفس الشي النبات النبات لو حطه في مكان مظلم وخلي بس النور يدخل مع الشباك هذا النبات في نموه ينحني نشوفه يميل شوي على الضوء فنقول هذا استجابة طيب الحيوانات تستجيب الغزاء لما يشوف نمر شو يسوي يجلس ويجي النمر يأكله أجل شو يسوي تأثيرين يهرب استجابة شافه وعرف أنه خطر عليه فيهرب عشان لا يمسكه ويأكله عشان لا يصيده ويأكله هذه نسميها استجابة طيب نشوف مع بعض كيف تختلف المخلوقات الحية عن الأشياء الغير حية قلنا المخلوقات الحية تنمو والأشياء الغير حية لا تنمو أيضا المخلوقات الحية تستجيب عبدالله نعم هذه استجابة خلاص والأشياء الغير حية لا تستجيب نستكشف أكثر وشي يقول هل يتأثر عدد المخلوقات الحية في منطقة معينة بكمية الضوء الشمس أضع خطة للإجابة عن ذلك ثم أجربها يعني وشو إذا كان أنا عندي هذا المربع اللي أنا درسته أغطيه أغطيه بكرتون كبير بشراع وأخليه لمدة أسبوع أو خمسة أيام وشوف النباتات وش سار لها الحيوانات اللي كان النمل اللي كان موجود أو الدود وش سوى أو الخنفساء اللي كانت موجود وش سوت هل هي تحتاج للضوء طلعت النبات هل هو يبقى أخضر زي ما هو ولا لا طيح نسوي مع بعض اختبار تمرين مع بعض عندي هذا إنسان يقولكم أنتم شاطرين وعندنا نبات نبات وعندنا تربة كرمكم الله تربة وعندنا كذلك قلم وعندنا قطة خلاص هذه الأشياء خمسة أشياء بنحوط عليها بس وش بنحوط يعني بنحط مربعات عليها ومستطيلة المخلوق الحي نحط عليها أزرق خلاص نحط عليه إطار أزرق والأشياء الغير حية نحط عليها إطار أحمر يلا نبدأ بايش نبدأ بالولد وش نوع الإطار اللي نحط عليه أزرق ولا أحمر إذا كان مخلوق حي أحط أزرق إذا كان الإنسان هذا الولد شيء غير حي أحط أحمر ش نحط أي لون تزيد اللون الأزرق ليش لأن مخلوق حي يتغذى وينمو ويكبر ويتحرك طيب النبات أحطيه إطار الإطار أو الإطار الأحمر يا سلام عليكم الإطار الأزرق ليش لأن مخلوق حي يتغذى وينمو ويكبر طيب التربة أي إطار الأزرق ولا الأحمر يا سلام ممتزين الأحمر لأن شيء غير حي لا يتغذى ولا ينمو ويكبر ولا يتكاثر طيب القلم إطار أزرق ولا أحمر ممتزين إطار أحمر ليش حطينا الأحمر لأن الشيء غير حي من الأشياء الغير حية لا تتغذى ولا تنمو وتكبر ولا تتحرك آخر واحد عندي القط ممتزين من المخلوقات الحية فنحط عليه الإطار الأزرق إذن تعلمنا في هذا الدرس أوجه الاختلاف بين المخلوقات الحية والأشياء الغير حية إن شاء الله نلتقي معكم في الدرس القادم بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه في أمان الله